قال وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور عربي أبو زيد بمحافظة سهاج إن المبادرة رأسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري أهدت مدرية التربية والتعليم بسهاج 230 مدرسة سوف يدخلون الخدمة بكامل طاقتهم عن طلاق العام الدراسي الجديد تخدم المدارس الجديدة أكثر من 150 ألف تلميذ وتلميذ من أطفال القرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة وأشار أبو زيد إلى أن المدارس الجديدة تم إنشاؤها وفق الأكواد التعليمية الحديثة بما يتيح عملية تعليم مميزة مع استعاب كل طلاب هذه المدارس محافظة سهاج نالت نصيب الأسد في بناء المدارس الجديدة بأكوادها الجديدة على مستوى محافظة سهاج بما يزيد عن 230 مدرسة إن شاء الله في هذا العام سوف يدخلون الخدمة يخدموا عدد كبير من أبنان طلاب على مستوى المحافظة هذه المدارس متنوعة ما بين مدارس لغات رسمية ما بين مدارس زراعة ما بين مدارس حكومية ابتدائي وعدادي وسنوي ترجمة نانسي قنقر